سوق الخضار في مدينة خان شيخون بريف ادلب هو مسرح جديد لجريمة جديدة من جرام الاسد مدينة خان شيخون التي كانت مسرحا لكيماوي الاسد قبل حوالي شهر من الان عدد طيران الحربي ليرتكب المجازر فيها من جديد قامت طائرات حربية تابعة للاسد باستهداف سوق الخضار هنا في مدينة خان شيخون مما ادى لسقوط خمس شهداء على الاقل واكثر من عشر جرحة ربما تمت معاقبة الاسد على جريمة الكيماوي في خان شيخون والتي ادت لسشهاد مئة من المدنيين لكن من يعاقب على الجرائم المستمرة بالاسلحة الاخرى بالبراميل والصواريخ الفراغية التي يرتكب فيها نظام الاسد كل يوم مزيد من الجرائم والتي وصل عدد الشهداء فيها الى اكثر من خمسمائة تألف شهيد من يعاقب على هؤلاء يتساءل المدنيون هنا ولا يجدون اجابة سوى بمزيد من الصواريخ وبمزيد من البراميل المتفجرة التي تلقى عليهم ما حدثوا بالضبط هنا؟ كانوا قادرين يبيعوا هنا خاص الغالم حامل لك بسطة عابب بيع هنا كان عنده هذا اللي عنده سحاق عنده خاص اشمن كان يبيعوا ما حسوا الطيران نزل عليه هون فجأة ما بيعرفوا شيء يعني هون ما في لا دبابات ولا في شيء خالص ما في شيء اي شيء خالص كل لئتون يعني هذا الهون اللي استجدوا اربع خمسي أنا عندهم تالي قوطة بعيشهم من ورا لا عندهم هالدبابات ولا عندهم شيء ولا شيء عاشي مور الله وهالخص يعني ما حسوا للضربة جتون هيك يعني فجأة يعني قاعدين هوني الله يضربوا المجاه الحبيب محمد طيب خان شيخون قبل فترة تعرضت للكيماوي وهلأ رجع من ثكب جريمي بس بسلاح تاني خان شيخون يوميا عابيضرب عليها متفرض الصلاة ما وشرت بس ضربة كيماوي بعد ما ضربت كيماوي يعني لا هلأ وعد ضربة كيماوي لا هلأ صلوا عابيضرب ما هذا الطيران خالص لا ارتجاجة ولا صواريخ ولا شيء خالص الطيران مو عب وقف لا بليل ولا بنهار عقان شيخون ضرب خالص يعني عابيحاول يهجر الشعب ونحن هوني صامدين بإذن الله ما منطلع إلا على جسدنا إذا الله يسر الله يحمي كل رب جيد أهلين